كتاب الأربعين الكاتب هو أحمد الشقيري الذي اختلى بنفسه لمدة أربعين يوماً في جزيرة بعيداً عن الناس والإنترنت وبعيداً أيضاً عن الأجهزة الإلكترونية بشتى أنواعها لماذا اختار الشقير الخلوة؟ اختارها لعدة أسباب أهمها أولاً للارتقاء بنفسه وذلك بمراجعة أفكاره بعيداً عن ضجيج الناس والمدينة ثانياً كان يود أن يصل إلى السلام الداخلي الذي ورد في القرآن الكريم بعبارة النفس المطمئنة ثالثاً كان يريد تحليل الماضي وتخطيط المستقبل ويصل إلى نتائج لتطوير مسار حياته وإفادة الناس سنخبركم اليوم ببعض أهم الخواطر والأفكار التي ذكرها الشقير في الكتاب الدماغ ينفصل إلى ثلاثة أقسام وقسمها الشقير على النحو التالي القسم الأول الذي سماه الشقير بالشهوان لأنه هو المسؤول عن الطعام والشراب والشهوات واسمه العلمي دماغ الزواحف القسم الثاني وهو ما يسمى بدماغ الثديات وهو المسؤول عن المشاعر سواء مشاعر حب أو كر ولقبه الشقير بالعطفان القسم الثالث هو الدماغ المفكر المسؤول عن التخطيط والتحليل وهذا القسم سماه الشقير بالعقلان وهو الذي يجب أن يكون المسيطر وبيده زمام الأمور وللنجاح في ذلك إليك ستة أمور عليك الالتزام بها أولا العلم اقرأ وتثقف احضر الندوات والمؤتمرات الفعالة بمختلف المجالات وناقش مجالك وخطتك مع أصحاب الخبرات الناجحة ثانيا تخلص من عاداتك السيئة وذلك بمراجعة نفسك ومراجعة أفكارك وتعبئة أوقات فراغك بهوايات تمارسها أو تمارين رياضية تقوم بها ثالثا التفاوض تفاوض مع مشاعرك وأحاسيسك في هذه النقطة لدينا أسوأ أربع صفات تندرج تحت مسمى التشوه المعرفي الأول التعميم لا تعمم فشلك إذا لم تنجح في مجال فهذا لا يعني أنك فاشل في جميع المجالات حاول عدة مرات في مختلف المجالات الثاني التضخيم توقف عن تضخيم المشكلة انظر لها نظرة مبسطة وحاول دائما التفكير بها على أنها تحدي ويجب عليك اجتيازه الثالث التشخيص إذا جاءك مديرك للعمل وبدأ بالنقد بشكل عام لا تشخص وكأنك أنت المقصود في كل كلمة وفي كل نقد قال الرابع التطويل حاول دائما أن تختصر لنفسك الحلول ولا تطل في المشكلة إن كان حلها صعبا ويحتاج وقتا فحاول في بعض الأوقات أن تتناساها وتتمتع بالقليل من الوقت رابعا التعامل مع الألم النفسي التي لخصها الشقير على أنها الملل الوحدة الغضب والقلق النفسي مارس الرياضة وقرأ في مواضيع تستهويك وابتعد عن اليوتيوب الغير مفيد والأفلام قد تنسيك الألم ولكنها وبشكل فعلي فهي تسحب من طاقتك وتسرق من وقتك خامسا الدعاء اضع الله أن يعينك على تغيير الحال إلى الأفضل فالدعاء حل لكل العقد ويأتي الفرج بأوسع الأبواب وقد قال الله تعالى وقال ربكم دعوني أستجب لكم سادسا الصوم ينصحك الشقير في كتابه بالصوم شهرين متتاليين إما بشكل يومي أو تفطر يوما وتصوم يوما أو يومين في الإسبوع مثل الإثنين والخميس فكرة الخلوة التي تحدثنا عنها ليست بالشرط أن تكون أربعين يوما قد تكون يوما واحدا فقط أو إسبوعا الأهم من ذلك أن تنعزل عن الإنترنت والهاتف وتحاول تحليل حياتك وأن تخطط ليومك واعلم دائما أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم